موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الجماهير على شاشة وتلفزيون دوت الكويت عبر قناة كويت الرياضية البرنامج اللي نحلل ونناقش فيه أهم مواجع كرة القدم العربية والأوروبية الرحب فيكم ونرحب أيضاً في رواد البرنامج خليفة الفضلي الساكل الله بالخير بحياك الله الساكل الله بالنور وخي محمد أمسي عليك وعلى مكبات محمد مرزوق وناصح حسيني وعلى السادة المشاهدين وإن شاء الله بنا نقدم حلقة مفيدة لمشاهدين يا أهلاً وسهلاً محمد مرزوق مساكل الله بالخير الساكل الله بالنور يا أبو حمود أنت والشباب ناصر وخليفة والسادة المشاهدين برنامج صوت الجماهير من خلف الشاشات إن شاء الله تكون حلقة مثرية كما عودنا يا أهلاً وسهلاً ناصر حسيني الساكل الله بالنور أبو حمود مسي عليك مسي على الجميع وأهلاً شيء بهذا الأسبوع هذا شنو؟ إن البربون ملعب ريحنا شوي فإن شاء الله يرجعون طبعاً في الأسابيع القادمة بزين لعب وفاز على الأقل بدوري الأبطال يعني شميت ريحة الفوز الحين؟ تشنيجة شن نصته ها؟ عموماً اليوم عندنا مواضيع متعددة في بدايتها أنا بنتحدث ناصر عن فوز الهلال رابع فوز نتكلم عن الهلال في المباراة السابقة والهلال يعني نلاحظ أن مستوى دائماً جيد جداً أيضاً منافس كبير على الدوري هل تشوف أن حضوظ الهلال هي الأكبر وهو المرشح الأكبر لتحقيق الدوري هذا الموسم؟ شوان عندي قاعدة يعني في الدور السعودي أن القمة ما تتسع لجميع المنسبة للقمة هي وجود الهلال فقط والباجئ الذي يريد ينافس يقرب للهلال لأن الهلال هو موجود أساساً في القمة عندك هذا الموسم حتى من بداية القسم الثاني في الموسم الماضي بوجود مدرب رياس الهلال يلعب كم مجموعة شفنا فيه شكوك من بعض اللاعبين في نزول مستوى لكن بسرعة يتعوض هذا اللاعب لأنه يلعبون كم مجموعة عندك نتكلم عن بيريرا مثلاً كان يعني مستوى ما هو مأمول لكن قدر يفوز الهلال يكمل ويحصل النقاط ويكمل لها نهاية الموسم طبعاً لمسة الجميلة للشهراني بالمباراة اللي طافت يعني شوي حمسة الهلالية وقالوا أنه ممكن يرجع كانت لمسة حلوة ما قبل صناعتها كل لاعبين في الهلال ممكن يدعون لمستواهم بالتوب يعني لأنه يلعبون كم مجموعة عندك لما نتكلم عن مثلاً كاريو الموسم الماضي أصيب وكان أفضل لاعب في الهلال لكن كمل الهلال وفاز ووصل لليل للصدارة صحيح عندك الحنة شيء عندك في هذا الموسم مثلاً سالم دوسري أفضل لاعب محلي نزل مستوى ما زال الهلال مستمر جاي نقل مدافع أفضل مدافع والكل كان عنده شكوك نممكن والله مضومة الدفاعية سير فيها خلل لكن نشوف حتى البناء من الخلف يعتمدون على جايب كرل بالضغط هو المدافع يعني متكاملة بالنسبة لي لكن نشوف اللي عوضه جحفلي وأربع كلينشيت المضومة مستمرة فالمضومة الدفاعية والمضومة الهجومية مستمرة في الهلال لأنهم يلعبون كلهم كمجموعة حتى مريقة مريقة لما كان في شكوك أنه ممكن ميشيل يأخذ مكانه لكن نشوف أنه أثبت نفسه على طول سجل أدوار دفاعية مقاتل في الملعب هداف فالهلال يلعب كمجموعة وهذا السبب اللي يخلي الهلال دائمًا في القمة محترفين أفضل محترفين لعبين محلي أفضل لاعبين فهو ما يحتاج أصلاً فيثورة انتقالات في ذلك الفترة اللي هي الفترة اللي طافت نعم سنشوفه دائمًا راح يكون باستمرة في القمة وهو المرشح الأول في الدوري رغم عدم التعاقدات وإيقاف الهلال يقول ناصر أنه لا زال هو المرشح الأول لتحقيق الدوري خليفة أحمد الله رجع مني سجل مني الاتحاد فايز 2-0 أبيك تكلمني عن فوز الهلال على الخليج بثنائية أو الاتحاد آسف على الخليج بثنائية وعودة الصاطي وحضوظ الاتحاد هذا الموسم بما أنه كان منافس جداً كبير موسم السابق ولكن خسر اللقب في آخر الجوالات والله محمد شوف عودة حمد الله أشبه عودة الحياة لجواهل الاتحاد صراحة تتكلم عن لاعب هداف لاعب يعني فارق بنسبة كبيرة مع الاتحاد وخاصة مع سوء مستوى روماريني أو نزهبوط مستوى روماريني لبداية الموسم ومع اسلوب جديد مع نونسانك حسدنات باه الروماريني يقولنا هذا ما يطح مستوى دائماً متواجد لا 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 أقوله محمد لأن اسلوب جديد على الفريق فيحتاج إلى وقت على ما يتأقلم بشكل أكبر لكن بالنسبة لي عودة الحمد الله أعادت فقه للجماهير أعادت فقه حتى للعبين عارفين أن نهاية السلحة الهجومة في موجود مهاجم قادر على صنع شيء من لا شيء لذلك الأمانة الحمد الله يعني عودتك هذا في وقت المناسب وفرق معنا بشكل كبير بالنسبة لمباراة محمد مباراة الخليج يعني لها ما لها وعليه ما عليها كون أن الفريق كان بإمكانه أن يقدم مباراة أكبر قياساً على الأول عشرين دقيقة تقريباً كان هجوم اسمعنا ما نسمى هجوم ساحق على الخليج فرص متعددة بأساليب مختلفة من الأجنحة من العمر لكن النقطة المفصلية كانت إصابة طمارين في دقيقة عشرين تقريباً وخروجها بعدها الفريق تراجع بشكل غليب وأصبح هنا بعد التحولات واستمر هذا الموضوع إلى نصف الشوط الثاني وبعدها تغير الاسلوب مرة أخرى وقمنا نشوف الاتحاد يهجم مرة ثانية الغريب الموضوع أنه خصم مثل الخليج المفروض أنه يمكن العتب القليل الذي يحازف خاطر الجباهير الاتحادية أنه خصم نفس الخليج مفروض أنه ما يمسك كرة جدامك ولا يستحود على كرة في ملعبك لكن بالنهاية نقول أنه ممكن قياسنا على ظروف المبراء إصابة عمر هساوي إصابة حط هلدر كوست للعب الأنغولي اللي كل ما نحاول أنه يوصل إلى نفل معين يعني للآن قاعد يعاني في مسألة التأغلم بشكل كبير لكن أنا أقولك مع عودة حمد الله مع تشرب الفريق لأسلوب وخصائص كاللاعب في مركزه أنا متأكد إن شاء الله أن الاتحاد راح يكون فريق هجومي كما عهدنا لدينا من ناحية الدفاعي محمد جدا من طمين يعني فيه أربع مباريات تسديدة واحدة فقط على قروه يكارث بسبب خطأ الدفاعي خليف التراضين أتوقع رضا كبير على المستوى الدفاعي ولكن مشكلة الاتحاد هي مشكلة هجومية بالضبط لأن محمد ما تعودنا على الاتحاد أنه نعبعد تحولات على أغل مؤخرا بعد موسم كونتر الهجومي الساحق ولا تعودنا أيضا على أنه يسلم كرة إلى خصم أقل منه مع احترامي وتقبيل كل الفرق اللي يواجهها الاتحاد هذا الموسم لذلك أنا على قناعة أن نونوسانتو لا زال يبحث عنه مصر والمناسب من أجل وجود الفريق مرة أخرى على سدة هرم الكرة الهجومية الممتعة جميل هذا بالنسبة للاتحاد كذلك مبارات النصر والباطن محمد تابعناها 4-0 فاز النصر في هذه المباراة ولكن الباطن نعرف أن نادي قاعد يعاني وبشدة يعني نتكلم عن أنه لعب في 4 مباريات تقريبا تسجل عليه أكثر من 13 هدف فالنادي ولا سجل ولا هدف عنده مشاكل في الكفاءة المالية وعنده مشاكل كبيرة فهل تشوف هذا الفوز هو مقياس لعودة النصر للضرب بقوة الجولات القادمة محمد تشوف بعيدا عن معاناة الباطن سواء على الصعيد يمكن الديون اللي يعيشها النادي على صعيد حتى يمكن سوق الانتقالات اللي يمكن ما عزز فيه لاعبين كثيرا لكن أنت تتكلم يعني عن نادي ممكن استمر بالسنوات الخير نشوفها في الدوري دائما يعني يكون من ضمن الباقين كذلك فيه استقرار عناصر المحلية والمحلية بالضبط فيمكن جزئية خليفة اللي يتكلم عنها الاتحاد يمكن عانى أمام الخليج الصعد حديثا وقدم يمكن مباراة يمكن حصد فيها ثلاث نقاط بصعوبة الفوز أهمية تكمن يمكن أهمية فوز النصر محمد مثل ما أشوف إحصائيات المباراة يمكن تسيدها النصر بالطول وبالعرض أهمية فوز النصر تكمن في الجانب المعنوي يعني فوز يحتاج الفريق خصوصا في مكاسب كثيرة وإجابيات كثيرة في المباراة لما نروح قلويس قوستافو اللاعب اللي تم انتقاده بشكل كثير من جماهر النصر لدرجة أنه يمكن حتى يمكن بعض الإعلاميين بعض النقاط يمكن عزة صفقة انتقالها إلى نقاط أخرى يعني أبعد ما تكون عن الصفات الفنية لكن شفنا يمكن خبرة قوستافو شفنا يمكن الميزات الموجودة عند اللاعب هدف جميل من خارج المنطقة شفنا يمكن حتى في الهداف الأربع محمد تنوع بالهداف شفنا تزديد من خارج المنطقة أهداف من ركلات حرة ركلة التاليسكا وركلة من فوق الحيطة وركلة اللي عبد الرحمن غريب من اللي يتبه يعني طبو تخير من تحت الحيطة عندك الزيادة العددية اللي شكلها سامي النجع محمد تكلمنا عنه في حلقات سابقة سامي من بعد مباراة التعاون قدر السيد رودي قارسي أن يرجع مرة أخرى في منظومة فريق وهو إذا تذكر حتى في مباراة الاستعدادية لنادي النصر كنا نقول لنا اللاعبين الشباب هم دائما يمكن الشغل الشغل لرودي قارسي في كل مسيرة في كل محطة فشفنا سامي يتألق كذلك عبد الرحمن غريب اللي يتأخر يمكن في دخوله في الانسجام والتفاهم قاعد نشوف محمد اللاعبين قاعد يتشربون أفكاره المدرب بدأ يصير فيه انسجام عبد الرحمن غريب شفنا يلعب على الجناح الأيسر شكل جبهة قوية مع كونن كذلك يمكن انتقل في بعض الفترات الشوطة الثانية يلعب على الرواق الأيمن حضور تاليسكا يمكن الشيء يمكن السلبية الوحيدة في مباراة الباطن هو يمكن عدم التوفيق اللي يحالف المهاجم النصر بنسين تبوبكر ثلاثة هداف ملغية اعتقدين قبل المباراة الاتحاد لازم يشرب ما يزمزم مقري عليه يعني لما تتكلم عن مهاجم يعني عاني ما كانت هداف عادية جميلة جدا حتى شفت يعني الهدف الثالث بعد ما كنسل الحكم شون ركل اللوحة الإعلانية فما يلنام لكن محمد المطلوب حاليا من بيئة النصر خصوصا حنا قاعد نشوف الحين يمكن خليفة يمكن المباراة الكليسيكو المنتظرة في تاريخ الثاني عشرة بلش الحديث يدور عنها خصوصا في توقف دولي الحديث العالم حديث أنا بس في نقطة ودي أشئرها وأعتقد أنها ما تغيب عن ذهن أورودي غارسيا مسألة التجيش الإعلامي مسألة تصوير مباراة الاتحاد بأنها مباراة نهائي وأن الفوز فيها مطلب هي في النهاية يعني مباراة لا تعدو كونها مباراة ثلاث نقاط هذه خطوة جاءة جايك جايك لا الآن بتحدى طبعا عمد ما راح نقدر نتكلم عن الاتحاد والنصر بدل الله تتكلم عن مباراة اثنين عشرة يعني من الآن وعننا في توقف دولي لأن الحديث حيل قاعد يدور عنها وأنا ترى واحد أقول لكم بإذن الله إذا الظروف سمحت لي راح أكون أول حاطة راح أغطي هذه المباراة ما تتفوت ما تتفوت يعني تغطي من تغطياتك الحلوة تستحقق هذه المباراة يمكن مثل ما قلت لك محمد المباراة يمكن إعلاميا طول الصيف كان فيه يمكن حرب بين الجماهير يمكن الأمور القانونية كانت بين الفريقين فأعتقد مسألة أن المدرب وكذلك الجهاز الإداري لابد أنهم يعني يجهزون الفريق بشكل نفسي بشكل معنوي يخلونهم جاهزين للنباراة لأن النباراة صراحة يعني فيه مسألة تجيش بشكل مطبيعي شحن الزايد يمكن راح يكون عواقبة وراح يدخل نادي في نفق مظرم لكن دام أنه يقول بوسمخي يقول أن فيه خط رجع تحط لك خط رجع أنا أقول لك دامرو ماريني عندك مصاب رجع بهجة وأحمد جميل وحمزة إدريس ومحمد نور صدقني وراح تقدر محمود أقول لك شغلة أنا بالنسبة لي هذول الأساطير وحين كبروا بالعمر خلهم قاعدين ببيوتهم أنا بالنسبة لي مشروف في نجالك أهد عليك دكة طرع مارك ما قسم معه نراح فزول عليك كلام خطير والله الوعد 2 عشرة ولكن نقول أن الوعد 2 عشرة مباراة كبيرة مرتقبة ما بين النصر والاتحاد خصوصا بعد الحرب الإعلامية اللي قاعد يخضونها الفريقين وجماهير الفريقين وكيد أننا متحمسين لهذا اللقاء وهذه المباراة مثل ما قلت لكم وإذن الله أني أحد الحاضرين في مباراة 2 عشرة بين النصر والاتحاد دم نشوف جدول ترتيب الدوري السعودي وصدارة الشباب وأيضا الهلال ونعلق عليها مع بعض مثل ما أنتم شايفين حالياً الشباب في الصدارة في 12 نقطة بجانب الهلال كذلك والمركز الثالث هو نادي الاتحاد بعشر نقاط ومن ثم نادي النصر تسع نقاط فالمنافسة كبيرة ولكن لازلنا في البدايات فرق حالياً قاعد قدم مستويات ملفتة مثل الشباب ولكن هل تضمن أن الشباب يقدم هذا المستوى إلى نهاية الموسم ناصر تتوقع أن يقدم هذا المستوى قدمي مستوى ممتاز ما هو وجودهم بالصدفة بالعكس عمل كان جماعي والفرق هذه اللي تشتغل راح تحصد ونشوفهم أنا أتوقع أن الشاب راح يستمر حتى ترى الموسم الماضي والقسم الأول هو كان قاعد ينافس في الدوري لما نعطى أنا شوف أهدية من هداف الدوري قالوا إلى الهلال تغيرت الخسبة طلع بره الحسبة للشباب على طول صح فلا الشباب قاعد يلعب الحين أنه ما يعتمد على المهاجم على لاعب واحد اللي ممكن يأثر على منظومة يلعب كل لعب جماعي وحصاد هذا الموسم راح نشوفه في هذا الموسم وكبر دليل محمد يمكن تنوع الهدافين نشوفهم حتى يمكن أكثر من الهداف عندهم بالفريق ويمكن حتى لفل جودة المحترفين في الصيف هذا يعني جودة عالمية نجد الكرة قدم حاليا نشوفها بالضرب صدارة مستحقة مستوى ونتيجة وأداء وكلها بغياب بانيقة فهما بالك لو رجع يمكن العقل المدبر لليوثة أعتقد أن الشباب راح يكون منافس عودة بانيقة السلاح نتوقع نعم ممكن تخرب على خط الوسط بالنهاية الانسجام الموجود حاليا ممكن دخول عنصر جديد فيه ممكن يخرب موجود مدرب مثل المورين أنا أعتقد ممكن مدرب الأسباني يمكن أحد المدربين الصاعدين في الليوكا فأعتقد أنه قادر على توظيف بانيقة طبعا بالنسبة لحديث ناصر حسيني وأيضا محمد مرزوق يقول لكم الشباب مو نفس كل موسم الشباب هذا الموسم راح يستمر في هذا الأداء بحكم أنه عنده لاعبين ومحترفين جدا ممتازين قادرين على وعطاء إلى نهاية الموسم كذلك في الحديث عن نادي الاتحاد طبعا نحب نتكلم عن حساب جميل جدا من أكثر المتابعين والداعمين لصوت الجماهير ودائما ما يخجلنا بكرم دعم وكرم كلمات أيضا الأخ أحمد الاعتيبي اللي دائما ما يدخل عليه وتواصل معنا حنا كصوت الجماهير ويشكرنا على المحتوى اللي انقدمه وصراحة قال لي كلمة أسعدتني قال لي أنا بسبب صوت الجماهير سويت لي قناة في اليوتيوب وقاعد أقدم محتوى رياضي فهذه والله شهادة نعتز فيها يا أخوي أحمد نتمنى لك التوفيق ونشكرك على المحتوى اللي تقدمه في السوشال ميديا وأيضا خليفة عنده كلمة لك والله محمد أنا بالنسبة لي أحمد الاعتيبي شهادتي بجروحة فيه وإذا كان مسمي نفسه أسطورة فهو أسطورة عن حق وحقيق للأمانة من أمتع الحسابات موجودة في السوشال ميديا تبت تتكلم عن الطرح تبت تتكلم عن الثقافة تبت تتكلم أيضا حتى على مستوى الفيديوهات وحتى مستوى الفكاهة بالتفاعلات اللي سويها وردد الفعل أثناء المباريات نحيك حتى عن بعض الاهتمامات الأخرى اللي يحبثها شريحة كبيرة من الخليجيين أو حتى العربيين لذلك الأمانة من أكثر حسابات فائدة وصراحة أقول لك ويعطيك ألف عافية تحياتنا للحبيب أحمد العتيبي الاتحادي الجميل المميز نقول لك استمر على هذا الأداء وهذه التغريدات وهذه المقاطع اللي اتقدمها فاصل وأنا أعود معكم الحديث عن مواضيع أوروبية أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدينا مرة أخرى في الفقرات المتنوعة من برنامج صوت الجماهير اللي عودناكم عليها فقرة استوديو الفنية أو الفقرة الفنية اللي نتحدث فيها عن تفاصيل فنية سواء لمباريات أو لاعبين أو أفكار مدربين حديثنا اليوم راح يكون مع أخوي ناصر الحسيني عن ما سبب هبوط مستوى ليفربول بقيادة يورغن كلوب في الآونة الأخيرة فنياً وتكتيكياً طبعاً نحن نتحدث عن ليفربول فنياً الأسباب اللي ممكن شفنا في دنيا مستوى ليفربول اللي هو في أفكار جديدة لهذا الموسم تختلف عن الموسم الماضية مو بس حتى الموسم الماضي أدخلها كلوب للفريق ممكن أثرت في البداية مو هي ممكن تأثرت هذا الشيء طبيعي لأنها أفكار جديدة على ما يتعودون اللاعبين عليها لكن مردودها راح نشوفها في قادم المباريات السابق القادمة أو حتى الأشهر القادمة وهذا هو الأهم يعني أنك تستمر حتى نهاية الموسم الأفكار اللي هي أنا نشوف أول فكرة اللي هي إبعاد صلاح من المرمى واللعب على الأطراف في صناعة اللعب وبين صلاح وبين المهاجم يكون في لاعب اللي هو أليكساندر أرنود اللي ظهير فقام يدخل للعمق هذه الفكرة سواء أنت معاها أو ضدها لكن هذه الفكرة اللي قاعد تصير فنية أنا قاعد أشوفها فاعتماد صلاح لأن الصلاح هو أكثر لاعب صناعة الفرص يعني يورغون كلوب في الفترة الأخيرة قاعد يعتمد على نزول أرنود كلاعب محور كلاعب بسط نعم كلاعب بسط لأنه يجي طبعا صناعة الفرص وحتى لاعب السلامة ممتاز نعم فأبعاد صلاح من المرمى يعني سلاح ذو حدين سلاح أن أنت أبعت هداف الفريق نعم لكن بنفس الوقت تبيه يصنع فرص زيادة لو تشب حصائيات صلاح هو أقل تسديد على تسديع المرمى مقامتا صلاح مع صلاح الموصل الماضي لكن الضعف في صناعة الفرص نعم هنا اللوم يصير على منه يصير اللوم أكثر والحمل يصير على مهاجم عندك المهاجم مثلا المهاجم نونز اعتمد عليه هو كمهاجم هداف لكن بنفس الوقت ما قاعد تصير هذا الفكرة لأن أساسا ما قدر يلعب دقائق يعني كافية لأنه شرفنا أول مباراة كان احتياط كبداية موسم بعدين المباراة اللي بعدها شرط واحد بينطرد توقف بين ثلاث مباريات بعدين اللاعب اللي لعب مكانه تألق لهو فرمينو على ما يدخل منظومه فهذا صار تأخر في انسجام نونز مع المنظومة بشكل عام وهذا اللاعب لازم يشارك مع الهجمة يعني لو نقارنا مثلا مع هلند كفنيا يعني شون أدواره في الملعب هلند ترى ما يلمس الكرة وايد لو تشوف أغلى المباريات تلقى لمسات قليلة مباراة في مرة سنتر ولنسة الثانية هدف لكن لكن لو صلت للكرة والبوكس يسجل صح فالفريق يلعب كمنظومة بدون المهاجم عادي لكن في اللي برور لا لازم المهاجم ينزل برا ويشارك مع الهجمة فهذا هنا يختلف الأدوار فالأدوار ما يصير مقارنة تصير فقط هالداف عندك الفكرة الفكرة اللي بعدها عندك اللاعبين الوسط اللاعبين الوسط شنو مهامهم مهامهم صناعة الفرصة أيضا لنونتز كمهاجم أو حتى فرمينو وبنفس الوقت يقدر يغطي تقدم أرنود للي اللي قاعد يلعب بالحنوين قاعد يلعب في وسط الملعب هذا اللاعب اللاعبين اللي في الوسط مفروض أن يكون موجدين وصيبوا يعني موجدين مصابين اللي هم قاعد يتكلم عن تياقو قاعد يتكلم عن هندرسون قاعد يتكلم عن كيتا هذين اللاعبين جودة ممكن في المهام هذه لكن موجدين قاعد يلعب منه إليوت هارفي إليوت لما يلعب وحتى كارفالو اللاعبين ضعاف بالبنية الجسدية فصعب أن يغطي مكان أرنود فأرنود ليش الناس قاعد تقول أنه مستوى طائح لأنه قاعد يلعب لنص الملعب وهو قاعد يلعب كأربع دفاع مو وينكباك صح فيرجع ليل الثلاث الأول فهو قاعد يغطي مساحة وايد كبيرة حتى جودة إليوت ما قاعد يغطي على المكان وإليوت ما قاعد يغطي فجودة اللاعب في التمرير قاعد قل وهذا من التعب يعني اللي قاعد يحوش الأفكار هذه سواء اتفق وياها أو نختلف هذا الأفكار أنا قاعد يشوفها يديدة صايرت على الفريق أكثر لكن ورجوع فابينو في فصلة الملعب مع مع تياقو وجود كرفالو ممكن لما يدخل على المنظومة وجود هندرسون مع وجود نونز لما يدخل على المنظومة أكثر راح نشوف اللي فربول يرجع للواجهة مرة ثانية بقوة أكبر لأن أساسا الأفكار ليش تقول مثلا كلوب دخل الأفكار هذه يديدة على اللي فربول دام أنه وصل 92 نقطة وموصل الماضي هو شاف أن أن الفريق اللي فربول في حصائي أنه هو أكثر فريق صنع فرص الموصل الماضي في الدوري لكن أكثر فريق ضيع الهجمات فهو شاف أن ماني لما كان موجود نجحت الفكرة بشكل عام لكن ضيع الفرص مستمر لما أيب أنا مهاجم مثل نونز ممكن أنا الفكرة هذه كلها تنجح في تسجيل الأهداف فأتوقع أن مع مرور الأسابيع لفربول للمنافسة نعم يتوقع أن يرجع للمنافسة بسبب جودة اللاعبين هو الآن يقدر يطبق فكرتين الفكرة السابقة في توظيف الوسط كلاعبين في صناعة الفرص في السجاع الكرة في الضغط العكسي وكذلك في صناعة الفرص لنونز وحتى الصلاح يقدر يصير هداف يدخل داخل البوكس ويصير لكلاعب صانع أهداف فيقدر يلعب أكثر من فكرة في تنوع فهذا الشيء ممكن يكون سلاح لفربول هذا الموسم نعم هذه من وجهة ناصر وحسيني الفنية أسباب تدني مستوى لفربول في الآمنة الأخيرة فنيا وتكتكية فاصل وأنا أعد معكم الحديث عن دوري أبطال وربط أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدينا مرة أخرى دوري أبطال أوروبا والمباراة المرتقبة ما بين بايرن وبرشلونة انتهت وفاز البايرن بعد عملة كبيرة من البرشلونية 2-0 بعد ما قاله وحنا متحدين وهذه المباراة جايينكم ولما خسروا مثل أخي محمد مرزوق قال مبروك للحظ 2-0 وبرشلونة 0 مقتنعنا حظ أول شي مبروك الخليفة أعتقد أنه ماء جديدة لكن محمد حرفياً بالمبراء حرفياً بالمبراء استطعنا بس ما استطعنا استطعنا نمسك كورو استطعنا نهدد مرمبائل بس ما استطعنا نسجل أعتقد محمد التفاول الذي كان سائد وطاغي على البرشلونين قبل المبراء أعتقد أنه نعكس حرفياً في ملعب بليان زرينا إذا بنتكلم بالمنطق بنتكلم بالعقل بلشلونة قدم 45 دقيقة من أفضل ما يمكن 6 فرص أو 7 فرص يمكن منها 4 أو 5 محقق التهديف يعني أشيره على المهاجم اللي أعطتهني آه جهدت خليفة 4 سابيع يلعب قلب رهيف قيل يلعب رهيف من شاف فريقة تغير من شاف نوير من شاف نوير هايه وحنين وأعتقد أنه ضغط مولر بعد قبل المبراء في التسخين أثر على عقل ليفاندوفسكي طبعا لي ما تعيب يمكن هذه مثل ما نسميها كبوة جواد لكن مثل ما قلنا محمد الأمور النفسية الأمور المعنوية ممكن لعبت دورها في نتيجة هذه البراحة متراضي عن لدارس موراضي عن نتيجة بالضبط محمد يمكن حتى السيناريو يقهر التفاعل البرشلوني وردت فعلهم كنا نقدر نحقق ثلاث نقاط حرفيا لكن أعتقد أنه لم تقدم شوط أول من أفضل ما يمكن على صعيد الضغط العالي على صعيد الضغط العكسي امتلاك الكرة خلق الفرص أهداف محققة أمام مربع بايرن طبيعي الشوط الثاني من أول يمكن هفه أول غلطة بين قلوب الدفاع بين تيريش تيقين سجل ثيو هيرناندز بعد ذلك المفترض أنك يعني منطقيا تحاول أنك تقتل حماس البايرن لكن اللي صار عكس ذلك الفريق شفناه يمكن يبي يظهر ردة تفعل سريعة كلفت برشونة استقبال هدف ثاني في ثلاث دقائق انتهت طموحات الفريق في المباراة النقطة اللي يمكن تعاب محمد يعني في ظل كل هذه المكاسب لإيجابيات الموجودة نقطة صراحة أعتب فيها على شافي يمكن خلتنا نشوف انتقاد لاذع هجوم شرس من جماهي بلشمال على بوسكتس اللي بالنسبة لي واحد من نجوم المباراة واحد من رجال المباراة قدم 45 دقيقة من أفضل ما يمكن لكن الشيء اللي ما هو قادر استوعبه شافي ان بوسكتس حاليا بالعمر الكبير 34 سنة لاعب قادر على نعطيك شوت 50 دقيقة إذا زاد عن ذلك المجهود البدني راح يقل عند اللاعب راح يمكن حتى تخسر لاعب بالمنظومة موجودة في الملعب وهذا شيء يمكن خلنا نشوف في الهدف الثاني أغلب برشوني ينحملون بوسكتس وأنا أعاتبهم ممكن بوسكت بالغ في الضغط والوصول لمناطق عالي في مناطق دفاع بايرن تأخر في سرعة الارتداد لمساحته ومنطقته لكن أعتقد أنه كان فيه أساسا أخطاء طادحة في الهدف ضغط ناعم وبارد من دنبلي وبدري على مولر موسيالة ألونسو تركه وكذلك كريستنسن ما شاء الله فارشلة سجادة عشر متار محمد يعني محمد فيه أخطاء صارت بالهدف ما نومها لأنه فريق خرج ذهنيا من تحرك الدفاع كان كارثي بالضبط أرى وخي حتى شفنا كوندي يترك ماني أعساسي يغطي على ثاني اللي يوصل بطريقة صراحة تدعو للتساؤل لذلك أنا أعتقد أنه لابد على شافي أنه يراجع خياراته خصوصا في بوسكت يعني الشيء الذي يكلف بوسكت محمد يمكن فرينكي ديونج في المرة الأخيرة قدم مستوى أنا أقول لك أنه ما فيه واحد مزايا بوسكت بس إذا أردت يعني أنك تستخدم خيار بوسكت 45 دقيقة بعد ذلك أنت رح تقترب أنا ألعب لعب أساسي وأنا ضامن بين الشوطين أنه عندي تبديل ومحمد عندي تبديل هو المقصد محمد استمرار بوسكت ترافز يعني بالضبط عندك كيسية عندك فرينكي ديونج تقلعب بارتكازين يعني أساسا حتى يغطون أدوار بوسكت لكن أنت لما تترك بوسكت لفترة طويلة رح تهدم كل العمل الجميل لقدمها بوسكت وتظهر بصورة يمكن ما يستحقها بوسكت هذا بالنسبة لراي البرشلوني محمد مرزوق عن خسارة 2-0 نبي راي البافاري قبل الله قول رايي فوز بدون أداء قبل الله قول راي حب ولا محق ما ما في شي شخصية شخصية أنت بعد شخصية بعد مو عند غيركم عندكم أنت بعد شخصية بعد نبيه أهلي الكاملة هذه إن شاء الله باللياب راح تشوفها صبر صبر يعني هذه كلمة أهلي وخاصية فلعطيها المباراة لا أنا أقول لك محمد شوف بالنسبة لي أنا أتكلم عن النقطة جوهرية وهي من باب الأنصاف لأكثر والأقل صراحة شافي قدم مباراة جدا كبيرة وبنفس الوقت كان واضح جدا أنه عانى معاناة كبرى في إخراج بشلونة من الحالة النفسية والمعنوية اللي تسيطر عليه أثناء مواجهة باري ميونخ والدليل أن باري ميونخ حرفيا يمكن خمس دقائق بس اللي سيطر فيها وأجات فيها سجل هدفين واستفادت من الشرود الذهني من اللاعبين أنا شفت بشلونة الأمانة بشلونة جيد من لاعبين مثل بيدري لاعب مثل ديملي اللاعبين كثار تألغوا في هذا المباراة لذلك فأنا شف صراحة بشلونة قدم مباراة كبيرة لكن مو كل واحد يقدم مباراة كبيرة ممكن أن يفوز يعني ريال أخذها حفلة سنة لطافت وخذها لشاب يزلي بالنسبة لي أنا كباري ميونخ بدل المباراة يعني في دور المجموعات يعني بطبق بالنسبة لي أنا كبشجع الباري ميونخ أشوف أن المباراة تمت معاملتها بالنسبة للصحافة ألمانية وأيضا حتى العبين باري ميونخ بأنها مباراة عابرة حالها من حال أي مباراة يمكن العقدة مؤخرا اللي صارت خلت بشاني شوي يعيش حالة تنشن عكس الباري اللي كان ينظر لها أنها مباراة مجموعات لا أكثر ولا أقل ومن قبل مباراة كواضح التصريحات وأيضا تعاطي مع الأخبار في الإعلام النقطة الأخرى محمد بالنسبة إلى المباراة الأمانة يعني في كثير من الناس يقولون أن بشاني فرض أسلوبه في الشيط الأول نعم أنت يخيل لك أنه فرض ولكن واضح جدا أنه تعاطي نقل زمان السيء مع المباراة وهذا امتداد لتعاطيه السيء أيضا في مباراة الدولة المحلي والنتائج السلبية اللي حققها مؤخرا يمكن شفت الاستعالة على الكرة شفت الضغط العالي اللي قام فيه بشلونة كان واضح جدا أيضا حتى ببير الأسلوب اختلف تماما في هذا المباراة كأننا بالعادة يشوف المهاجمين والأجنح بمجرد خساراتهم من الكرة يلعبون ضغط عكسي إلى حين استعالة الكرة هذا الشيء ما كان موجود يفقدون الكرة شفناهم يرجعون يساندون الباكات من جديد نعم يمكن العلامة المضيئة بالنسبة للعشاق البايرون هو الأداء البفاع الرهيب اللي كان موجود وغير مسبوق من زمان ما شفناه وبومي كان يعني أبومي كان ولاعب محل نقط كبير آخر سنتين مع باير المونخ لوكاس الأمان قدم براء كبير ألفونسو ديفز كان عبارة عن شعلة نشاط هائلة يعني يعني رافينيا تغير ما تكذب بسبب أداء رافينيا على ذكريات ثمانية وثنينة صار رافينيا هو اللي راقب ألفونسو ديفز نفس الشيء أيضاً مضاد قبل الإصابة ودخول نصير مزراوي فرق بشكل كبير منها أول مباراة تنافسية حقيقية يلعبها مع بعض منه لبسة بالعمق هذه بالهدف صراحة لاعب لاعب متأسس بأي أكس صح لاعب مخ مضيف بشكل كبير أيضاً لانسا نوير وهو امتداد لعدم الرضا المؤخراً في الأسابيع الأخيرة حتى أكسبرغ صادكم يا خليف بالضبط أكسبرغ وقبل تعادلات فأنا بالنسبة لي المشكلة لازالة موجودة في باير مونخ ناكلزمان الباير مونخ تغلب على بشلانة في جزئيات بسيطة جداً لجزئيات اللي تحسن بطولات بالنسبة لي هذي أنا أبيع أتوقع لو كانت بل كان بنو خليفة يمكن يفوز برشلانة ممكن لأن أنا بالنسبة لي المشكلة موني خطوه قبل الخبر الخبر اللي طلع مؤخراً أن يعني معطينا فصة ممكن بعد شوارة رح نتكلم عنها معطينا فصة إلى حد معين وبعدها تخيله أبرز المرشل حين هذي بالنسبة لباير مونخ وفوزة على برشلانة كذلك ناصر ودينا نتكلم عن فوز ليفربول بالدقائق الأخيرة على نادي أيكس وهدف متهب اللي احتفلت فيه بسناب شريتش اللي كماركب الدوري كلمنا عن هذه المباراة يعني أن هذا الفوز يعني كان مهم بغض النظر عن الأداء يعني في بعض المباريات توصل لبعض الفرق أن خاصة أهم شيء بالنتيجة في هذه المباراة ليش؟ لأن أنت قدمت أداء في كذا المباراة وما حال في كل حال يعني منها المباراة مثلا بيرتون المباراة كريستل والتعودات والتعثرات اللي صارت طبعا تعثرات اللي صارت إلا المباراة ماجستر فعلا ما كان لا أداء ولا نتيجة فلما توصل مرحلة الحين أن هذه المباراة بعد توقف دمنا لك أنا محمد ما ضدت ما ضدتك الواعد باللياب إن شاء الله ما تعد الأمر فوصل مرحلة اللي بربول حين هم قدم أداء كبير يعني بغض النظر عن النتيجة أيضا قدم أداء فصار أنه صعب أن اللي بربول يعني يتقبل الوضع أنه يعني يفقد نتيجة المباراة وكذلك هم قدم أداء كبير فصار أنه لازم أهمش النتيجة فالهدف بالنهاية آخر شيء والتوقف هذا مثل ما قلت مصطحة لفربول اللي هو عدم لعب مبارتين في الدوري حيننا طلعنا حق الإطافة وقلنا والله لفربول محظوظ بالمؤجلات والأكشن اللي صار والتوقف بعد مرة واحدة فالفربول لازم يعيد حساباته بالنسبة لك ناصر صح حتى في عندك في لعب قادم أنا أشوفه اللي هو أرثر رح يقدم عكس المتوقع منه طبع متوقع منه هو ما يقدم إضافة لليفربول لكن يلعب الحين هو تحت 29 و 21 مع الفريق فريق رديف وفي سبق لعب مع الفريق رديف مع اليوبي لكن أعتقد أن يعني في مراقبة في تدريبات خاصة لهذا اللاعب رح يرجع ويضيف للمجموعة أهم شيء مزاجية ونضبطية اللاعب ناصر أعتقد إذا تجاوزها أرثر راح نقارنا ترى مع منهم مع ملنر و هندرسون زين راح يأخذ مكامل منهم ويتخبر للمك كيتا راح يأخذ مكامل منهم كلهم هو يصير بديل يعني البديل رغم واحد يعني عندك فابينو تياقو هندرسون أنا عندي هذا الوسط المثالي ليفربول هو لما يدخل كبديل أول يقب أن يدخل مثلا كيتا لكن كيتا عنده مشاكلة تيغد أكثر من الإصابة اللي هي ممكن رشلونة لما بنتاكور قال أن أنا شبت أفضل لاعب يعني حافظ على الكرة من بعد نيستا صح يعني هذا التصريح ما هو تصريح قاله بس جذي عندك نفس شيء نيستا نيستا لما يسأله من أفضل لاعبين اللي أنت شفتهم حافظ على الكرة ذكر أرثر بينهم صح هذا حتي طبعا قبل أنك ربع سنوات صح وحنا كلنا طبعنا على صراحة بإسم الراحل يوفي تغيب الله لنا عنده عنده إمكانيات أنا بالنهاية ما بيشوف يعني مستوى اللاعب بقيمة إذا هو بالسابق أو لا بشوف إمكانياته بشوف عمره مثلا لو هو الحين عمره مثلا نهاية الثلاثينات بقوله والله راح عليه العمر إمكانياته اختلفت لكن لا الحين موجودة إمكانياته اللاعب تهو عمره في نصف العشرين فأنا شوف أنه في بيئة ليفربول ترى صعب لاعب يفشل في ليفربول صعب صعب يعني شو بنادر يعني يمكن يعيد يحياء يورغون كلوب مثل ما تفضل راح يفيد للفريق نعم جميل خليفة ماشتر سيتي واجه دورتموند اللي هو الفريق السابق لهلند وهلند كالعادة يعني معروف سواء أن تهت مبارك ساولا ستة ولا واحد صفر هو اللي راح يسجل فاز واحد صفر على دورتموند وكان الهدف من أمضاء اللاعب هلند ترى هذي من أمضاء كاتبها طبعا نديب من النظار في المصطرحات الهدف الهدف يستعى أنك والله تتعب عليه بالمصطرح يا الله شون الحل مع هلند محمد هلند يعني صجل اللي قال لك القطعة النغصة في الستي الستي يمكن أكثر فرغ هو ما كان نغصم شي أصلا أكثر فرغ بالعالم يصنع فرص وأكثر فرغ بالعالم يعني يصنع فرص محققة يعني مو بس الله هم هجمات لا فرص حقيقية أمام المرمى ولكن اللي كان يعيب عليها المواسم السابقة أنه كان يعتبد على تبادل المراكز من اللاعبية والدخول بالعنق وتفريغ المساحات وإلى آخر من هذا تعقيد الحين واحد زا واحد يسوي اثنين من الآخر يعني شوف تمركز ممتاز جدا قوة بدنية طول قامة رأسيات مميز تزديدات مميز هذه كلها أمور ترجح هلند أنه يكون علامة فارغة في المباراة أنا بالنسبة لي مباراة الستي محمد يمكن دورتموند الأمانة قدم مباراة كبيرة جدا يعني تحية لإيدن تلزج مدرب دورتموند اللي معظم غيابات اللي عندها لكن صمد أمام الستي وقدم مباراة كبيرة وتقدم على الستي في أربع والستي حسمها آخر 12 دقيقة بحل فردي من ستونز هدف صراحة خرافي وهدف أكثر خرافي ذكرنا بهدف من كامباني من نهاية الدورة فالأمانة هنيئا للستي وتوفقت فيه أول مرة كبتنت هاريكين فرق حيلا عندنا هالند ثاني مرة تعادله بالنقاط كانوا أتوقع كل واحد منهم جاب 90 نقاط الحين لا أول مرة أصيد الكابتنية بس أشبع مننا لأن سنة الجامعة يمكن يجيب آيرو في حجة كبيرة منو؟ يا هاريكين يجيب فانتزي دوري الأبطال زين هاريكين ولا هالند احنا نتمنى هالند اللي تأخذون اللي بنفتك منها بالدوري ماذا وضعك بالفانتزي؟ لقى كبتنت هالمرة أصحاق أصحاق وتوفق قابل وثلاثة بونس قل شكرا حقك كبتني كان جري وق كبتن تربير تربير هو صناع تيضى كبتن مرزوق تربير صناع لكتن شلنا بوحك عليك لا تقول كبتن هذا تفشلنا صراحة في عادي كبتن تربير شوف شوف أنت ما تابعت واضح أنك ما تابعت المبرة ما قسر يمكن غير أسست البلين كانت فيه أكثر من نقطة أسست ترى معطينا أسست قبل ثلاثة سنينة هذا ما نحسب أسست ناصر شفت الفاول بالقايمة فاول قاعد أشوفه بالعرض هذا الفاول فيه عشر عشر بولة رسل الله عظيم يعني مو مش مكتوبة أول عمد الله أنا متصدر المجموع اللي فيها ناصر الحسيني وهذا وترى هم طول شميع يشتغلون في فانتزي أنا أجي قبل هذا الدد لايد بساته أشياء حلاة وأبدل حظ بعض الناز عندك والله يا أخوان من خلال خبرة بالفانتزي ترى أنا جديد بالفانتزي تقريبا من 2006 ما شاء الله أول باصل بالفانتزي ما شاء الله حال جديد إذا ركزت حيل وتعبت نفسك وفكرت زيادة على اللزوم صدقني راح تجيب العيد نفسك أخلى من كابتان تريبيت لماذا حذفتها اللعبة أنا؟ لماذا حذفت يوزرك؟ ماذا؟ لأنه صج تلفت مخي والله ما في هشامي صعبه لا مو بسسيدي خدري لماذا؟ قمت أسحب على بونتزي لغة بايرو منوخ وثابع برايتون ومعينوخ صح الله عيب والله إن الدوري انقليزي يكبر من استيعابك ما تكبر لا تقصد والله يبع لك يبع لك محمد الدوري انقليزي خلاص طبعا عموما عندنا فقرة كشافية صوت الجماهير مع أخوي محمد مرزوق منو اكتشافنا لهذا الأسبوع أو شي قولي من طرشت تكلمت محمد راشد عند ظروف زعلان على فريقة وليقين عند رابلوشي ممكن تروح جبنا لاعب قال لا والله عندي انتخابات الرابعة ففتحت لايف في انستقرام انت اسمع السلام فتحت لايف في انستقرام ودشيت مع واحد مدربين اللامسية قلت لديش لي أي ملعب ودش لي ملعب وقلت بس وقفوا اللعب هذا عطنية لاعرف انت أي واحد اللامسية يتمشي موضع هذا راندو هذا ولكمت اللامسية محمد طبعا موهبتنا لهذا الأسبوع النجم الشاب الصاعد اللي يمكن استقطب نادي برشلونة للناشئين في الموسم قبل الماضي فيكتور باربيرا مورينو محمد هذا اللاعب يعني جاء لبرشلونة من فريق دام الكتالوني الموسم الماضي بعمر 17 عام لعب مع فريق الخوفينيل الباء شرايك بالخوفينيل هذا دليل نداش اللاعب انت الحين صديقة جدا لعب مع فريق الناشئين الباء يمكن محمد حتى ما طول مجرد شهر شهرين تم تصعيده لفريق الخوفينيل حتى شكل جديد لماسية كلهم بيضان وكسار ولعيبة محبون نستحولهم ستعطي وحدة من قلب تذكروا هذا الاسم جيدا سنرجع لهالمقطع محمد اللاعب كان من ضمن فريق الناشئين الباء على طول تم تصعيد الفريق الناشئين ألف حقق معهم 23 هدف ساهم بتتويج الفريق الدوري الأسباني استعام فيه يمكن الفريق الناشئين في هذه السنة في دوري أبطال أوروبا للشباب محمد قدم مباريات ممتازة سجل هدف على فيكتوريا بلزن سجل هاتريك على بايرم يونخ من أروع ما يمكن هدف من خارج منطقة الجزاء محمد لا الوضعية صالحة للتسجيل لا فيه مساحة يقدرنا يركن الكورة بالطريقة اللي يركنها محمد لاعب يملك هو الحين جايبة عشان سجل على بايرم يونخ هذا الوحيد اللي خدث هذا هذا لو يجي معنا اليابة انا اقولك هارتك من الحين لكن محمد مهاجم قوي بدنيا يجيد اللعب وظهر المرمى من لمسة واحدة مميز لاعب هداف يمكن يلعب بكلتا القدمين يمكن حتى القدم الضعيفة يعرفين يخلص فيها محمد لا قالك يعني مهاجم فنيشر انت تكلم عن لاعب بجودة يمكن بروفايل ليواندوفيسكي او ليوسيس ويرز يمكن هذه النوعية من اللاعبين كان نفتقدها برشونة في الفئات السنية يمكن صاعد محمد لاعبين دفاع حراس وسط بس دائما القطع الناقصة اللي تكون في برشونة دائما المهاجم اخر واحد بويان كريكتش بويان كريكتش ومراح ستين الف عارة بس محمد اعتقد ان فيكتور باربيرا خصوصا ينتهي عقدة مع برشونة الموسم القادم لكن اعتقد انه راح يتم تجديد عقدة وراح يكون موهبا للمسلقة فيكتور باربيرا تذكروا هذا الاسم جيداً فاصل وانا اعد معاكم لقضية الاسم موسيقى 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 اهلاً وسهلاً فيكم مشاهدينا مرة اخرى في فقرة قضية الاسبوع الفقرة اللي نختار فيها قضية متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الرياضي والناقشها على هذه الطاولة طاولة صوت الجماهير قضيتنا لهذا الاسبوع طبيعي تبي تكون عن المستر اليقري والمستويات السيئة اللي قاعد يقدمها مع يوفنتوس واحتجاج جماهير يوفنتوس عليه في البداية كانوا خمسين بالمئة معا وخمسين بالمئة ضد ولكن حالياً الريقري ما خلى لها اصدقاء بعد المستويات السيئة في كل جولة اللي قاعد يقدمها سواء على مستوى دوري وابطال أو على مستوى الدوري لذلك نسأل السؤال الأخوان المتواجدين معنا خليفة متى ينتهي وقت الريقري مع اليوفي هولود ودهم انتهى الحين طب كجماهير حتى كإدارة بس انت الشرط الجزائي اللي حاطينا ومع مجموعة رواتبة راح يكلم ستة وثلاثين مليون نعم اليوفي حالياً في مرحلة يجمع الثلس على الثلس عشان اخذ الشهر تقشل والبديل متخفضتك كيف هو مموج بببب لا زائد انه حتى داق عليه محمد راشد ترى محول لي رابط حق اليوفي ترى حتى الصحافة حتى الصحافة محمد تتكلم انه البديل الحالي اللي ممكن يجيبونا اللي هو باولو مونتيرو لاعب الأوروبيان السابق يعني انت مارضت شيء انت مارضت شيء انت مربع الأول مربع بيرلو ما قبل بيرلو نعم نحن ما راح نتكلم بشكل كبير محمد على مسألة انه والله الادارة اللي سوتها بالفريق وايضاً يقال بعد رحيل أليغري وتعيين ساري وغيرها من المدربين وتغييي سلوب اللعبة ما راح نتكلم نتكلمنا عنه كثير اهلا اللي ما تتكلم عنه حالياً انت تتكلم لما تشوف فيه مشاكل تنتقد جميع اللاعبين اعرف انه مشكلة بالمدرب ما يصير انه يعني نقول بها خمسة عش لاعبين يتمد عليهم كلهم سيئين فهذا موشف خطير ان اللاعبين ممكن كلغة تواصل مع مدرب سيئة ممكن ان اللاعبين ممتغمين أفكارهم مدرب ناهيك على ان الفريق اساساً من يعني في أرض الملعب تحس انه فقيت جداً مو الفريق اللي جاري الفرق الوسط ولا اللي جاري فرق الكبيرة ولا جاري فرق الصغيرة يعني امبرات مونزة عبارة عن فضيحة الفريق أول فوز بتاريخه في الكالتشوب على يفنتس وعلى قوتهم بأيد ولدهم اللي هو رفيل بلدينو من دار اللاعب اليوب السابر الشغلة الثانية محمد كانت عبارة عن فضيحة يعني كل عشاق اليوب يشافوا ان شون بمثيك يضط على حاب الكرة ويستلمع راحته من غير اي تدخلات وغير اي ردفع من اللاعبين هذا كلها مرآة اللي عمل اللقلي اللقلي حالية صراحة يمكن صاعد فيه عناد مبطن في مسألة الإعلام انه والله اللقلي خلي استقيل أفضل ويمكن هو يمض المضوع آخر ممكن ما اقول لي استقيل يترك حقوقه يعني هذا الشيء ممتعي صراحة انا اقول لك بالنسبة لي السبعة انه يستقيل صراحة تحتاج قرار شجاع مدرب يخاف على السيفي ما لا اللقلي مدرب كبير ولكن الامانه وقته اشوف انتهى بسفة كبيرة والله شيء مؤسف انك تشوف المدرب اللي قاد اليوفي للمجد وقادة لي اكثر من نهاية دوري طالة أوروبا وقادة لي تحقيق اكثر من لقب دوري ايطالي يصل معاه الى هذا المستوى من الحظيظ وهذا المستوى السيء ولا اش رايك يا محمد محمد لما يخرج المدرب قبل مباراة تسمى وتعنون بكارثة مونزا المباراة هذه موحيرة مباراة كارثة مونزا يطلع المدرب بمقابلة صحفية ما اخذ فيها اذن اعلامي من النادي يعني حتى يعني التصريح افقدت حتى يمكن هدمت قطعة الوصل اللي بينك وبين اللاعبين لما تتكلم وتقول ان الفريق يتأثر متأثر بالاصابات وان اليوف الحالي ليس اليوف الحقيقي انت شون تبين اللاعبين قتلون من اجلك محليا اوربيا انت هدمت كل 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 الامور النفسية المعنوية اللي يفترضونها اللي يفترضونها تكون موجودة بين المدرب بين اللاعبين يمكن هذا الشيء محمد يخلينا ما نستغرب من تصريح بونوتشي بعد خسارة منبيكا لما قال انه يستغرب من خروج فريقة من اجواء الامباريات بشكل مفاجئ وانه السبب مجهول له هذا الشيء اللي خلى يمكن حتى اليقري يضع على دكة البودلاء في امبارات مونزا واضح انه فيه شرخ داخل المعسكر سيدة العجوز واضح يعني انت لما يتكلم خليفة عن مونزا مو بس فريق اول اول سنة له في الكالشو ولا يحقق اول فوز انت اول فريق صاعد يسدد على مرمى الخصم 17 تسديدة محمد تخيل 17 تسديدة من فريق مونزا اللي هو اسوأ دفاع واسوأ هجوم هذه كارثة محمد كذلك عندك نقطة فلاهوفيتش المهاجم الهداف اللي جلبتها ب70 مليون يورو واللي حقق لك يمكن بداية ممتازة في الموسم الماضي لكن بعد رحيل ديبالة يمكن اللاعب اللي كان يمكن صانع اكثر اهداف فلاهوفيتش مع وط ديبالة وفلاهوفيتش نشوفها يعاني ديمارية متعويضة محمد حتى ديمارية يشوف الكلام في قصصه في تفاصيل قاعد تحدد أحداث غريبة تبين لك ان في شرق بين المدرب بين اللاعبين فلاهوفيتش اللاعب المهاجم الهداف مقدر يسجل حاليا إلا من كرات ثابتة واضح ان فيه فيه يعني امور اعتقد ان استمرار راح يزيد الشرق داخل يمكن بيت السيدة العجوز لكن مثل ما قال خليفة يمكن عدم وجود مدرب من خفض التكلفة كذلك يمكن الشرط الجزاء اللي راح يكلف الخزينة ومثل ما قال خليفة انه ممكن في حالي قالت إليقري يرجعوا المربع الأول يبحثون عن المدرب منخفض التكاليف مثل ما حدث مع بيرلو ولا طبنا ولا غدا الشر يا أبو خالد طب نشوف فيه مباريات يعني لا يلام عليها إليقري فيه مباريات يعني فيه عندك مباريات صعبة مثل المباريس فيه ملعب باريس قدموا مستوى زين هذا مستوى ممتاز كان وخسر المبارات صار انتقادات على الإليقري أنا لم أشوفها بمحلها كانت لكن بسبب شنو سوى قبل المباريات يعني هذي عندك مبارات بنفيكة بنفيكة ترى قبل يلعب مع اليوبي فاز فيه جميع مبارياته نعم وفاز فيه حتى مبارات تحضرية فاز 11 مبارات من التالية بنفيكة ونفيكة ندري شنو ارثهم في اللعب في مستوى اللعب وفيكة فالنهج اللي يلعبونا كان متوقع أن يكون مبارات صعبة على اليوبي انزيل يعني حتى لو كان اليوبي كان بلزين انزيل فيه مباريات مثل المبارات هذي مونزا مثل ما ذكر كابتن محمد انه كارثة هذي لان هذه المبارات عندك انت سيطر عليك مونزا وكذا مباس فاز عليك يعني فيه مباريات فرغ صغيرة تفوز لكن لداء انت نسوي كل شيء صح لكن خسرت هجمة هجمتين خطسون المبارات هذا لا 17 تزديدة وهو اللي سيطر وانت عندك لاعبين حتى غيابات صح فيه غيابات في اليوبي ما تقدر انت ممكن تفرض اسلوبك لكن ملاعبين موجودين عندك مثلا عندك دي ماريا صح نطر دي 40 لكن عندك بلاوبيتش عندك كوستيش عندك باريدس عندك روميرو عندك بريمير عفون فانت حتى الصفقات اللي دار ما ما قسرت بياك يابت لك يعني صفقات في كل المراكز اللي عندك وصح انه عنده قائمة طويلة من الاصابات يعني عنده نذكر نذكرها مثلا عندك امبارات طافت مثلا كوادرادرو وعندك ملك كانوا مطردين عندك لكس ساندرو كالظهير عندك بوكبال وكاتلي رابيو نعم لكن هذا توقع نصر انه ما يبرر المستوى السيء صح كيازة احنا شلت ذا اللاعبين كلهم لو يرجعون لو كانوا راجعين لو كانوا كلهم فت موجودين في اليوبي طبيعيا ما راح نشوف هذا المستوى من الأليقري هذه نقطة انا شوفها يعني ممكن ستكون لي صحيح الأليقري لكن النقطة السلبية شنو ان هذين اللاعبين لو كانوا حتى موجودين انت ممكن انت بتبدلهم انت بتساويوا مدورة انت الحين فقط ثقة جميع اللاعبين الموجودين الحين اللاعبين الأساسيين اللاعبين احتياط كلهم فقط ثقتهم في الفترة هذه اللي انت الحين دربت فيها لو يرجعون انت ما حتى ما يقدرون يثقون فيك اللاعبين اللي يدد فهو فقد غرفة الملابس صح مدرب عبقري ما نظم حقه مدرب مثل ما ذكرت حقق لهم دوريات حققهم وصلهم لنهايات شامبيز ومواسم كانت تاريخية وصعبة لليوبي لكن الحين انتهى وقته رسمي بسبب الامور اللي ذكرتها فيه اعذار عنده لكن ما صارت تشفى على الحين وانتهى وقته بالنسبة لناصر الحسيني انتهى وقت اليقري مع يوفنتوس كانت هذه قضيتنا في هذا الأسبوع عن ماسيميليانو اليقري ويوفنتوس فاصل وانا عد معكم الحديث عن الدوريات الأوروبية موسيقى اهلا وسهلا فيكم مشاهدين مرة أخرى مباراة ميلان ونابولي وخسارة ميلان ضد نابولي نابولي يواصل المستويات الجميلة جدا اللي قاعد يقدمها في الكالتشو الإيطالي ولكن هذه المرة يهزم بطل النسخة السابقة ميلان تعليقك اشوف ان نابولي هو امتع فريق حاليا في دوري ايطالي أنا صراحة قاعد اشوف يعني مباراة دوري ايطالي الفرق اللي هي الأندية كأندية توب فور نعم ما في كرة يعني انضيفة صراحة قاعد اشوف ان فقط لنابولي اول فريق الممتع فريق الافضل هجوميين فريق افضل دفاعيين طبعا برفقة اتالانتا لكن اشوف اللاعبين اللي تعاقد معهم اسباليتي اللي اضافهم للمجموعة واللي استغنى عنهم هذي هني يبينلك عمل اسباليتي استغنى عن انسيني عن ميلك مانولاس ميرتنز كوليبالي رويز لكن عوضهم بلاعبين ممتازين عندك كابا اش اسمه اللاعب انا راح اقول كابا اسمه كابا وعندك سيميوني الولد المدرب عندك كيم مينجاي كتعويض وعندك حتى ميرت كحارس بدل سبيناء موجود يعني في الموسم الطاف لكن هذي المجموعة والنتقدر تصير اسباليتي ان لا بس بداية لا انا اقول مو بس بداية انا اراهن على نابولي هذا الموسم بسبب سوء مستوى جميع الفرق الكبيرة نعم واشوف ان نابولي راح يكمل لنهاية الموسم بالنسبة لناصر حسيني نفخ لبطل دوري الدوري اللي استحقون لانه اذا كنت قدموا مستويات صراحة ملفته يتوقع استمرارهم في قادم الايام لابنتكلم عن فوز برشلونة على ايلتشي ثلاثية برشلونة وليبك العادي وصلت تسجيل باستثناء المباراة هذيك اللي انت عارفها فاكلمني عن هذه المباراة محمد ايلتشي وبرشلونة فوز كان يحتاج الفريق محمد يعني اجمل وابهى طريق انك تطلع فيها من يمكن السيناريو اللي حدث في ملعب اليان زرينة انك تحقق الفوز ويمكن حتى لو الصدارة كانت موقتها لمدة يمكن 24 ساعة لكن استمرار ليفا التهديف كذلك يمكن شفنا فرينكي ديونج في مركز الارتكاز قدم براه ولا اروع يمكن تسبب فيها حتى في طرد قائد ايلتشي عديد المزايا محمد اللي شفناها في المباراة ويمكن الميزة الاكبر بالنسبة لي صراحة المستوى اللي قاعي سطر بدري التكامل محمد عند اللاعبين الوسط يمكن امر نادر الحصول عليه حاليا وحتى سابقا حتى تجد اللاعبين يمكن يتميزون باشياء ويفتقدون لاشياء اخرى ويصلحون المباريات معينة او ظروف معينة لكن الامر اللي قاعد نشوفه مع بدري محمد كامل المزايا لما تتكلم عن اللاعب يتميز في التمرير النظرة الخارقة للملعب التشديد الصناعة الضغط استخلاص الكرات فن عجوميا ودفاعيا يمكن محمد يخليك حتى ما تستغرب قبل موسم خليفة ذا تذكر يمكن لما لعب بدري مع كومن في ذاك العام لعب اكثر من سبعين مباراة وكان يمكن حتى علامة استفهام شون قاعد يلعب مع الفريق وراح لعب مع المنتخب الاول في اليورو لعب بعد ذلك استدعال ديلا فونتس في الولمبيات يمكن كان البعض يشبه يمكن يعيب على جمهور بشون يبالغ في تطبيق اللاعبين لكن لما صارت مباريات برشلونة شافي اغراء المتابعين صاروا يتابعون شافوا يعني وما يستغربوا الكلام اللي كان يقال لما يقول واسل الريكي بعد اليورو ان ما عمري في حياتي شفت لاعب يقدم مستوى بعمره 18 سنة مثل ما قدم بدري في اليورو ولا حتى اندريسان يستا هذا شيء اكدلك جودة اللاعب محمد اللي يملكه حتى يمكن ومقاطر ترى قاعد تستخدم حاليا بدري كواجهة اعلامية للمنتخب الاسباني في المونديال وهذا امر يدلك ان هذا موهب للمستقبل كان لعب وقته مكان منهم كانتاق الكانتارا اللي تصنف من افضل لاعبين الوسط في العالم بالضبط ناصر غير ذلك يمكن حتى تبهم السر الاكبر شوف مدى الانسجام والتفاهم مع ميسي وحنا ندري مو احيي الله واحد يقدر يصنع ثنائية مع ميسي شفناه في اسبوعين يمكن يصنع بذات الطريقة بالكعب هدف الميسي ويمكن حتى فرحة ميسي لانه يعلم مدى موهبة اللي وصلها بدري لذا اعتقد ان برشلونة كسب للاعب للمستقبل جميل هذه بالنسبة لمبارات الشي وبرشلونة وبدري المتألق بايرم يونخ خسارات وتعادلات اتوقع كانت تعادلات الوضع كان ماشي فكنت تتوقع ان تفوزون اللي صار انكم لا والله خسرتوا ضد اوكسبورغ واحد صفر كلمني عن هذه المبارات محمد هذا الخسارة يمكن سببت ازمة في البايرم العدد اسباب طبعا محدد فهذا بالنسبة للجمال بايرم يونخ انه تعتبر كميرا من الكبار انه اخسر من فرغ في نفس الاقليم النقطة الثانية محمد الى وهي ان المشاكل لا زالت مستمر له على امتداد الامبارات السابقة لما تتكلم عن مشاكل بايرم يونخ الحقيقية انه فريق خلاص يعني وصلت معه مرحلة فرغة بونجزليجة تتعامل معه سكروا العمق انت راح تكون امور طيبة فلذلك المشكلة اللي صارت وحتى تعاطي المدن تغييرات الغريب اللي كان يقوم فيها وتغيير مراكز الغريب جدا في اثناء مباراة وقبل مباراة هذا مؤشر جدا خطير وسلبي الصحافة تكلمت عنه حتى هذا كلام على مستوى الشخصية خلى بنصر المباراة خلى كميتش ظهير ايمن بعدين كميت صرخ عليه قال ليش تغير مركزي راح خاف منه وردثان مرة وسط يعني تبديل كان الغرب غريب جدا غرب ما كان له اي اضافة صراحة المشاكل لهذه كلها واسلوب اللعب وتداخل بالادوار هذه كلها امور قاعد تخلي اللاعبين باري مونيك يظهرون مظهر مثير للشفقة صراحة ما شوفنا عليكم والله فلعني تتكلم عن ماني تتكلم عن ساني تتكلم عن قنابل تتكلم عن مولر عن لاعبين كبار لاعبين نجوم يعتبرون نجوم في الفريق للامانة يعني بسبب اسلوب اللعب العقيم اللي معناه قل الزمان اظهروا بهذا الشكل السيء النقطة الاخيرة محمد ان الصحافة الالمانية تكلمت ان مباراة بالكوز القادم بعد التوقف راح تكون فصل اخيرة لنيكلزمان في حال عدم فوز الفريق ممكن تلجأ الى توماس تخيل مدرب شلس السابر متفائل اذا جاء تخيل انت تتمنى تقصرنا ضد تخيل لا شوف تخيل لامانة كشخصية مدرب جدا كبير وانا على قناعة انه اكثر تمرصا واكثر خبرة واكثر صرامة مع اللاعبين وراح يزيح المشاكل الموجودة في فريق ريال مدريد كذلك وفوز ريال مدريد اثنين واحد ورقص فينيشوس حتى ما عندنا ما سجل ولكن هو حالف انه يرقص في هذه المباراة كلمني عن هذا الديربي وفوز ريال مدريد في هذه المباراة شوف الديربيك صار يعني خذ منحنة اخر غير الامور اللي داخل الملعب اللي هو المشكلة العنصرية اللي صارت ووقفة ووقفة لعبين برازيليين اقوى وقفة هذي حمية برازيلية على سن الرغم اطعامة في كل العالم بداها اذكر شفت في اكثر من لعب برازيلي رافيني يقول ارقص فعلا عنصرية مرفوضة عنصرية طبعا اهم من كرة الغدم وهذي كانت رسالة حلوة من الجميع العبين برازيليين وكل اصلا حتى اللي شجمت كان يتمنى برينس يسجل لقضية هذه عالمية وانسانية وزين نصنع هدف ورقصة ومنحكم طبعا احتفال وكذلك المدريدية مستمتعين ومتفائلين بمستوى تشواميني اللي قاعد يقدم مستويات ملفتة واللي راح يكون او صار هو بديل لكازميرو وكذلك تمرير تشكله واحد شكله يخلف زيدان 8 مليون تمرير فعلا فلاعب موهوب ومميز جدا شكرا ناصر حسيني شكرا خليف الفضلي وشكرا محمد مرزوق الاعتيبي وشكرا كل الاخوان من خلف الشاشات وشكرا للمخرج طبعا اخوي محمد الجميلي شوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة طمع الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة